اسمح لي اقرى فاكس برضو جاي لنا ولو انه محرك شوية ان ما اسمح لي اقرى و هو كل اللي فده ما كانش في حرج الفنان القدير جنال الشرقاوي هل حقيقي انه كان سيتم الانفصال بينك وبين زوجتك الجميلة بسبب اسرارها على ارتداء الحجاب ولماذا تعرضه معجبة مخلصة نوال محمد رياض القاهرة بس انت نوال اشعرفك هو يبدو ان ده السؤال الوحيد اللي خيرت اني اجاوب ولا لا هقول لا مش عايز اجاوبه انما لانها ساعة صفاء وقدام نجمتنا الكبيرة صفاء ابو الصعود انا هجاوب فعلا محسنة في فترة من فترات من سنتين ثلاثة لبسة اشرب كنوع من الحجاب وانا عارضت هذا عارضت هذا وانا حزين لان انا فتحت عناية وامي لبسة طرح وخلتي لبسة طرح واختي لما كبرت لبسة الاشارة يعني ده شيء عادي جدا ومفهوش اي حاجة وانا مش ضده انما لان التوقيت جه في فترة كان الجماعات المتطرفة وجماعات الارهاب اتخذت من الجلباب الابيض والسروال لباس للرجل واتخذت الحجاب لباس لشعر المرأة والارتباط اللبس حتى لو شكلا بهذه الجماعات المتطرفة انا اعتردت يبقى اعتراضي ما كانش على الاشارة ولا الحجاب في حد ذاته انما كان اعتراضي على ارتباطه بهذه الجماعات المتطرفة في هذا التوقيت بالذات واستطعت برضو بالحوار الحمد لله ان اقنعها وان تترك هذا الاشارة او هذا الحجاب ايه رأي حضرتك نرجع برضو تاني ونشوف شاشتنا عليها ايه الحاجة اللي برضو جمهور ما يعرفهاش او مشاهدين ما يعرفهاش ان جلال كان اهل انه هيعتذر انا بطلب منه وبرجوه لسه بدري مش دلوقت يا جلال لسه عندك عطاء عندك قدر على العطاء وحرام تحرم الناس منك الاعمال العظيمة اللي انت عملتها وابدعتها حرام تحرم الناس منها وخلي بالك مساحتك هو فعلا مرسية محسنة مصد قليل احنا اه هو يعني ما هو اصلا انا اعيش معاكي 30 سنة دا مش صدفة يعني من اللي بتعملية دا يعني حلوبك فكرت فعلا تعتذر اه بعد مصرحية الخداوي المصرحية دي انا حطيت فيها نبضة قلبي اوي واخدت مني تحضير سنتين سنتين يعني ما كنتش بفكر غير في كل كلمة كتبها فاروق جويدة الشاعر فاروق جويدة اي وكان لي وكهة نظر سياسية واضحة فيها ورؤية خاصة فيها وفعلا قلبي كان في العمل دا المدة سنتين اه بعد ما فتحت الستارة عن مصرحية الخداوي حسيت ان انا تعبت اوي ان انا ارهقت اوي اه ان انا فضيت كل اللي عندي بحيث ما بقاش عندي حاجة تانية اعطي وعلى فكرة دا شعور طبيعي جدا بعد كل عمل فني بس بعد الخداوي بالذات كان عندي هذا الشعور فاعلنت اني هعتزل بيني وبين اصدقاء كده يعني مش اه انما هو كان احساس بان كل اللي جوايا طلعته في الخداوي كل اللي عندي حطيته في الخداوي بحيث لم يعود لدي شيء تاني اقدمه للناس انما بمرور بضعة اشهر قليلة بدأ الاناء يمتلق من جديد وبدأت الافكار والخيال يعني يجد صور اخرى جديدة والحمد لله مار راتين는데요 شكرا